اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة موضوعنا لهذه الليلة سيكون حول التنصير في القارة السوداء في افريقيا فبعد ان كان الاسلام دين الغالبية والغالبية العظمى في تلك القارة اصبح الان لا يزيد عدد المسلمين فيها عن الثلث هذا طبعا وضعينا في الاعتبار ان جزءا كبيرا منهم هم من العربي المسلمين بلا شك كان لحملات التبشير والتنصير دور كبير في هذه النقلة النوعية في الوضع الديمغرافي للمسلمين في القارة لمناقشة هذا الموضوع يسعدني ان استضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير والتنصير في افريقيا وان كان تركيزه على التنصير في المقام الاول الشيخ احمد القطعاني مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا وهو معهد متخصص في تخريج الامة والدعاة شيخ احمد اهلا بك في الشريع والحياة مرحبا حقيقة هذه الكلمة اقل بكثير مما يجب وكما قلنا في اول كلام من حق كل احد ان يدعو لدينه وهو ما يسمى التبشير اما التنصير فليس من حق احد ان يخرج المسلمين عن دينهم وحضرتك تطلب الشواهد والشواهد تخرج عن الحصر الاسلام كان يشكل كما اسلفتم دين افريقيا الاساسي وهناك ثلاثون لغة افريقية كانت تكتب بالخط العربي انخفض عدد المسلمين في افريقيا الى ثلاثمية وستلاشر مليون ثلاثمية وستلاشر مليون هذه نصفها من العرب شمال الافريقي اذا افريقيا التي تتحدث عنها وهي غير العربية عدد المسلمين فيها الان لا يتجاوز المائة وخمسين مليون نسمة واذا ما علمنا ان التعداد افريقيا مليار نسمة رأينا انها نسبة اقل بكثير بكثير عما كانت عليه في اوائل هذا القرن بالمقابل ارتفع عدد الكاثوليك من واحد مليون في عام الف وتسعمية واثنين الى ثلاثمية وتسعة عشرين مليون وثمانمية واثنين واثنين الف ولنقرب الرقم سنقوث ثلاثمية وثلاثين مليون نسمة في عام الفين الان اما كيف حدث ذلك ففي افريقيا الان مليون ونصف كنيسة عدد اعضاء هذه الكنائس ستة واربعين مليون نسمة في كل ساعة في كل ساعة يتحول الى النصرانية ستمائة وسبعة وستين مسلم في كل يوم ستاشر الف في كل عام ستة مليون هذه الاعداد الضخمة الكبيرة جدا لا بس اسمح لي للاضاحة الذين ستة مليون يتحولون من الاسلام الى النصرانية او من الاسلام والاديان الاخرى عظيم الاديان الاخرى ليست موضوعة على لائحة التنصير وانما موضوعة على لائحة التبشير والاديان الاخرى في افريقيا هي الوثنية لا يوجد في افريقيا الا الاسلام او المسيحية او الوثنية لا يوجد كم يوجد في اسيا مثل بوذية زراجتية لا يوجد في افريقيا هذه الثلاث وإذا ما تحدثنا عن التنصير فلا وجود لأي دين آخر سماوي إلا الإسلام أما الأخرى فهي وثنية يعبدون الحيوانات والكواكب وما شابه إذن ستة مليون مسلم في العام في كل عام في الدول الأفريقية خلال هذا القرى It's probably the only place in the world where they're coming so quickly Many people are having dreams They see Jesus appear to them Probably half our pastors were leaders Imams in mosques They were leaders in these mosques Now they're pastors They're the only place in the world where they're coming so quickly They're the only place in the world where they're coming so quickly They're coming from me اشتركوا في القناة